هدوء الحظر صخب مقارنة مع ذاك المكان الذي نحن ذاهبون إليه مئة كيلو متر أو تزيد إلى الشرق من معان صحراء الجفر هي مقام مضيفنا والعثور عليه لم يكن سهلا حتى أمام الدليل المحلي ليكون باعتقاده أنه خارج تغطية دوائر الوباء عزلة طوعية وتباعد مكاني أسلوب للحياة يتبعه البدوي منذ القدم فاتساع البيداء أورثه حب الحرية ومقتضي بعيدون عن نار الأزمة إلا أن سخونتها حاضرة هنا عبر الأثير طبعا نشرنا نتخوف وشرنا قليل نجي إلى البلدان وطشينا محلان في هذا الشحر بقدر يعني أظل عايشة من دون ماصر المدين يعني مدة شهر الناش الباقي يجوج بعضهم ما يجيب طحين ما يجيب اللي شاكني ولا البدو أكثر نشبه اللي هم يجيبوا حطب ويطهوا عديهم يعني ما يتضايقوا جيد من في البلدان البلدان بعضهم يتضايقوا ما يجيب طحين على هالفورن على هالمخابس دقات القلوب تتسرع عالميا ترقب الوباء وبرغم الأزمة والحض طعم الحياة لم يتغير هنا فحياة الترحال جعلت من الاكتفاء ضرورة للعيش ومشهد التهافت على شراء الخبز في المدينة غاب عند رعيات البيت ممن سفعتهن صعوبة العيش وعجن بالمعاناة والله عندنا زيتون ودقة وزيت وبطاطا ولبن جميد طلعت على النبي وجريش هالقمح وجريش هالعدس نسوي شربات ونفت الشراك فيه ونوكل من السوق ما بنجيب شي كل من عدينا والله أدن خبل وهو ما في جيبة القرش ودنا خبل ودنا ودنا غرار للبيت وهم ما معي شي ليه ما تعمل من الشغل اللي عند كان في بيوت كان وتوكل لنتن وولاد كان المشية عماد حياة البدوي وفي ظل الأزمة وجدها وتعددت منافعها فهي مصدر التموين الأول ولعل في انتشار الوباء ربيعا رحمة لها ولرعيها الحلال خيرك كثير ومتشلين معه ومتشلينه وانطش معه وبظرف هالوقت اللي احنا فيه هذا نذبح منا ونتعيش منا التنقل بالرغم من صعوبته ترف أمام من قيد خطاهم قانون الدفاع يستظلون هنا تحت خيمتهم والخير موجود مما تنتجه الأرض لمن هم الأقرب لها منها سقياهم ومنها يأكلون عندما انشدت ميسون الكلبية تقول لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي كان ملهمها الحنين إلا أننا اليوم وفي وقت كورونا وأزمتها نسوق القول ذاته إنما في سياق الصحة والبحث عن الوقاية محمد ويرج المملكة صحراء الجفر من محافظة معان ترجمة نانسي قنقر